في حاجة كده كانت تعبانة شوية جداً كمصريين الفترة اللي فاتت قبل بادخل في تصريح ترامب والكلام ده كله عندي بس حاجة عملنا عليها كوميديا وكوميكس كتير جداً وخايف لنكون ما عندناش حق انت كراجل عسكري مر عليك طول حياتك العسكرية حاجة اسمها صواريخ بلاستيكية لا صواريخ بلاستيكية هدي يعني هي ميزة امتاز فيها السيسي ده الوحده كده لأول مرة هي وشركائي في الارهاب يعني هذول ما بعرف اذا انتبهت على ليه ولا لا اثناء قوله وشركائي في الارهاب يعني احياناً العقل الباطني يتحدث طب هلا انا ممكن شركائي في الارهاب مررها كخطأ لغوي بس انا عم بتحدث عن وزير دفاع سابق عن خلفية جنرال عسكري يعني لا يمكن اخطأ انها خطأ هلا هي الصواريخ بلاستية من يلي جد كنت بلاستية بلاستية اي انها تسير وفق مسارات ارضية منحنية ايوا او بنسميها خرائط كونتورية يعني تتعلق بالتطاريس تتعلق بالمسارات المنحنية للارض لذا لانها صواريخ بعيدة تلمدى ليست صواريخ افقية تطلق انما مع مسارات الارض فانا كان غريب الامر وعلقت على صفحة بالموضوع انه انا لو اي سياسي اخطأ فيها الكلمة ما الرغم مرور الكرام اما رجل عسكري وزير دفاع قائد عسكري يا سادت العميد بلاستيكي معلش يا سادت العميد ده جابه خبراء عسكريين ومحللين عسكريين وناس والله يعني ناس كبار جدا وقعدوا يحللوا ويبرروا ان فعلا سيسي كان عنده حق ان فيه حاجة اسمها صواريخ بلاستيكي ايوا هون بدك تدخلني في الاختصاص معنا نازم بس الحاجة عشان مختص من صاحبين اختصاص صواريخ يعني اختصاص حياتك كمان صواريخ ايوا حلو جدا ايوا بس هو اكون بلاستيكي يا سادت العميد هلأ الصواريخ تعمل بنوعين من محركات المحرك الاول هو محرك الاطلاق هو اللي بيطلع الصاروخ من الغواصة لسطح الماء بيطلعوا من العربي خارج الهنجار تبعه بيطلعوا من طيارة لتحت الشوي يعني هذا محرك يسموه محرك الاطلاق يمتاز بالوقود الصلب المحرك التاني هو محرك السير نسمينا احنا هو المسؤول عن الصاروخ من بعد بالمناسبة المحرك الاول فترة عمله 0.25 ثانية اقل من نصف ثانية اما محرك السير فهو مسؤول عن طيلة مرحلة الحركة هذا المحرك هون بيكون نوعين من الوقود نسمي الوقود والمؤكسب تفاعل مع بعض البعض ينتج الحركة وهو وقود خاص هلأ في بعض الاحيان بدل الوقود الصلب اللي هو المحرك الاول توضع حبيبات بلاستيكية ايوا هذه اللي لعب عليها المحللين المصريين انما الصواريخ ده شوف انت مشوار اللي انت مش تهمنا ده طب تمام انا بدعو كل المحلين العسكريين اسمعوا الكلام ولا مني بقى ولا من حدي بالتارية محلل عسكري محترم العميد ركن احمد رحال حبيب بس ابدأ معاكم البداية العسكرية دي لان الراجل ده تخصصه اصلا زي ما قال صواريخ اشتركوا في القناة